السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة لبنى ماهير مرحبا بكم في القناة على فيديو جديد ان شاء الله نتمنى تكونوا كلكم بخير والاخير ياربي افسحة جيدة فيديو اليوم كيفما كتشاهدوا معي هو عبارة على واحدة الريب اللي كانحتاجوه في شهر رمضان المبارك كانحتاجوه الفطور والصحور كذلك يجي رائع في الايام العادية كذلك ريب ممتاز سنقدموه معاكم بثلاثة ديال الطرق مختلفين اللي كيجي ورائعين ممتازين وشي حاجة في البيت ديالنا اللي كان وجدوها اكتر من رائعة كانت مني ان شاء الله هاد الفيديو هادين الاعجاب ديالكم وتبرتاجيوه بالعائلة والاصدقاء باش تعمل الفائدة وتشجعونا وتحفزونا اننا نعطيوه دائما المزيد والمزيد سنشارك معاكم الريب ديال الكاس العاقد اللي كانعرفو جميع بدون طنجرة الضغط بدون فرن وكذلك بدون حليب مجفف كذلك الريب العادي في طنجرة بالفواكه الجافة والريب المسيب هنا غنحتاج المكونات عندي زوج لتر ديال الحليب كيف ما كتشوفو معايا نخرج منها الكمية كاملة اللي شتو معايا عندي هنا كان ناخد هنا الحليب متوسط الدسم يعني ماشي كامل الدسم وماشي الحليب الخفيف يعني كان ناخد هذا دومي كرين عندي زوج ديال الياغورس كيف ما كتشوفو معايا ضانون عادي انا استعملت هنا هذا ديال قصة بالسكر اللي كيوزن 125 جرام كنستعمل زوج يعني كل لتر ليه واحد هنا غنستعمل السكر ودائما السكر على حساب الضوغ ديال كل واحد عندي 4 ديال صاشيات ديال فاني يعني كل زوج صاشيات كنستعملوهم في لتر واحد بالنسبة للناس اللي بغي يديروا لتر واحد ديال الحليب يستعملوا واحد ديال ضانون والسكر دائما على حساب الضوغ وكذلك زوج صاشيات ديال فاني من وزن 7 او 8 جرام واللي بغي يضوبل الكمية فدائما يضوبل الكمية هنا عندي كيف ما كتشوفو معايا ياغورت اللي عاقد كيف ما كتشوفو وعندي هنا يا غنجيبو حطنجرة اللي غنفرغ في هذا الحليب هذا كيف ما قلت لكم زوج لتر ديال الحليب بالنسبة للريب مهم ضروري لبنات ما يكونش الحليب هذا كالخفيف بزاف يا اما يكون كامل الدسم او متوسط الدسم هنا غنضيف صاشيات سكر الباني وهنا غنضيف السكر بالنسبة لنا دائما كنحاول ندير ثلاثة ديال المعالق كبار في كل اترو هنا ضفت ستة ديال المعالق في زوج ديال لتر ممكن ديروا اكتر او لا اقل لحسب الضوغ ديالكم كنحرك الكل مزيان مزيان كنديرو على واحد النار متوسطة وكنستمر هاكت بتحريك حتى كيبدأ الحليب جاي الغلايين يعني كيبدأ يجي بغي طلع هذيك الغلية لا بد من هاد المراحيل هادو لان الريب راه ساهل وبسيط ولكن خاصنا نحتارمه لمراحيل ديالو ضانون لا بد ان يكون عاقد هذي مسألة مهمة من الاحسن وهنا عندنا الحليب مني كيبدأ هك كيبدأ جايب الغلية كنحيدوه وكنقون حركوه مرا مراح تكي وصلينا لواحد درجة كيف يفتر مني كنخشيو الاصبع ديالنا كيف ما شفتوه معايا ما كانت تحرقوش وفي نفس الوقت ما يكونش فاتر بارد يعني يكون باقي فيه سخونة ولكن ما كيحرقش لنا الاصبع ديالنا يعني وخاك ندخلو الاصبع دنيا هانية صافي هنا يكن ضيف هذك ضانون او للياورت كيف ما شفتو معايا وكنستمر بالتحريك مزيان مزيان حتى كيندامجوا المكونات وغادي مده هنا نوضعوه في الكاس هنا انا كنحيد هذا الرغوة ليكم الاختيار انا كنبغي نحيدها سعرق وانتظروا في هذه المشاكل لكي سهلعي ان انا نخوي هكا في كويسات صغيرة انا كنختار دائما ندير ريب فهذه الكويسات هيدو اللي هما اصلا ديالياورت ماني كي هكا كان نسالي منهم ننخسرهم كان نحتفظ بهم ودي أزداج سعرق عليهم هاد المرحلة لابد انكم تسرعو فيها شوية باش هكا الحليب ما يبردش لكم يكون باقي دافي يعني دافي مزيان كيف ما قلتليكم الحليب دافي مزيان اصبع ديالكو ميتحرقش من تديرو يعني يكون باقي دافي انا دكشي اللي بقالي في طنجرة فاني غطيس وباش يبقى سخون باش نجمع هاد الكيسان هادو ونحيد هاد المرحلة الاولى هنايا كنجيب واحد البواتل لي مهم هاد القضية هاد ما تستعملوا لفران لما ديال طنجرة مغلي ولا تشي حاجة هنايا عندي بواتل انا هنا خدمت بعض البواتل اللي لقيت عندي موجودة قدامي شوية عالية من الاحسن تخدم بواتل يتكون شوية بلاء هادي عالية بزف حاولت نحط الكيسان ديالي عادي غطيتهم بلاستيك غذائي كيفما شفته معايا وهنا ضفت عليهم واحد زوية من الفوق اللي نقي من طبيعة الحل هنزيد نغطيهم مزيان بالبلاستيك الغذائي باش ترجع عليهم شوية هادك دفاوة لان عندي البواتل عالية بزف حاولت انني نغطيهم مزيان مزيان مزياني لكن البواتل هابطة شوية غي سربية خفيفة وبلاستيك غذائي تيكفينا صافي هنا غادي نحاول نسدها كندير عليها بلاستيك غذائي وكننرجع عليها القفالة ديالها غنسدها مزيان نحكمها وغنجيب واحد المينطة هاكا اللي تكون دافية صافي غادي نلفها في هاد المينطة مزيان مينطات هاكا ديال ميكروفيبرا او هاد مينطات اللي عداش ومينطات يالوليداتها صغيرة تجمعها او هاد الحافات اللي تكونوا هاكا تندفيوا بهم ارجلينة في البرد صافي كنغطيها مزيان وكنحطها على جنب حاولو انكم تغطيوها مزيان مزيان احنا جاني كل شي ايجا الفوق حاولت نوزع لما ينطاها كالجنب غنطرفها على جنب وغنخليها بسرعة حاولو انكم تحيدوا عليكم هاد العملية لبغت ديروا هاد المراحل او هاد الوصفات كاملين ديالها هنا عندي نفس القرعة سقطرتها مزيان من ذاك الحليب ديالها وجيت هنا غنفرغ فيها حتى نقربها اللامار باش هاكا تلقى فنت نفس غنسدها مزيان او نفس طريقة غنذير لي غنغطيها هادا هو الريب اللي كيكون سيب كنخويه هاكا في الكووس وكنشربوه اولا كنقدموه مع هاكا الفروي ما بين الفروي ديال الصيف كيوي اناناس تفاح بانان اي حاجة كنقدموه معاهم اولا كنشربوه هاكا في الكيسان عادي هاد شي لي بقالي في طنجرة لان عندي زوج ديال لتر هادو كتمنيات الكويسات كي يكفاول زوج ديال ايطرو ما كاملش و ايطرو راح نعمرناه اللي بقدرته في طنجرة راح خليته من بعد غنستعمل وانا هنا يرام عمره الدنيا بالفلون البنات ما تديوش عيه كان باقي سخون ما قدرتش حرقه من بلاستو صافي هنايا من بعد مدازد ليلة كاملة انا صورت بحال يوم والغد تقريبا نقرب النفس لوقتي عاد حيتهم حليتهم خليتهم ليلة كاملة كيف ما قلت لكم هنايا عندي الريب كيف ما شفتوا باقي يعني قاع ما دخلتوش لتلاجة باقي ما بردش ورا ما شاء الله يعني جامد عاقد هنا حيتلي في القرعة وهنا كذلك داك شوية اللي بقاليا في طنجرة هوا حيته هنا غنخدمو في الكيسين هنا هاد شي غير اللي بقاليا كيف ما كتشوفوا معايا تاوتي جيناء ممتاز كنخدمو بها كي بحال ديسير بحال تحرية بحال اللي بغيتو لكم دائما الاختيار اصبق لي وقدمته معاكم في القناة في البداية ديال القناة الريب بالفواكه طرية وكذلك الريب ديال الكيسين وكذلك الريب المسيب كل فيديو على حيضا وهنا جيت نشارك معاكم فيديو مشترك وفكرة لي جديدة بالفواكه الجاثة او للمكسرات هنا عندي الريب ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا راه كي يجي عاقد البنات صدقوني كي يجي ممتاز تستحق تجربة حاولوا انكم تبعوا قاع هذوك اللي زيتاب اللي خدمت معاكم بيهم راه كي يجي واحدة الريب هائل هائل كيف ما كتشوفوا معايا صراحة كي يجي عاقد ممتاز هنا يا راه خليتوا مانا في تلاجة حتى النهار الثالث باش صايفت الريب وعادة قدمت معاكم الشكل النهائي هنا كيف ما كتشوفوا معايا الريب اللي كان في الطنجرة فرغتوا في هذك الكاس وهنا عندي شو ديال المكسرات اللي موجود عندكم انا هاد شي اللي كان موجود عندي شو ديال القرقع شو ديال اللوز وشو ديال الزبيب وكذلك شو ديال المشماش يابس وهنا جبت شو ديال الكوك فرغت هذك الريب اللي كان في طنجرة في كاس خليتوا برد الليلة كاملة وهنا في التقديم فانا فرغتوا في كووس اضفت كوك ملفق اللي يجي ممتاز مع الريب البنات صراحة الكوك يجي رائع وهنا حاولت انا ننوزع كوك الفواكه الجافة روخك يبقى لكم هذا الريب في الكوكوستي ومينة تلسية مرة كتاكلوها رائع البنات هذا كنمشماش كيرطاب وكيجينا معلك مع ذيك القرماشة اللوفز والقرقع يا سلام كيجي واحدة الريب هائلها كزينو به طاولة رمضانية وكيجينا زوين ونبدلوها كشوية الستيل هذا الريب العادي اللي درت في القرعع اللي مسيب حتى هو كيجي زوين الفطور والصحور راح صراحة الريب رائع 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 بزف كيجي ممتاز وش حاجة مصايبينها في البيت رأكيد تجي دائما رائع هذا كنكون وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى هاد الافكار هادي تنال اعجاب ديالكم وتستفدوا منها وتجربوا لانها تستحق تجربة شكرا لكم فالريب تيجي عاقد بزف حتى دي القرعارة كيجي عاقد تقدروا تاكلو حتى بالمعلقة وهذا مع الفواكه الجافة ولا ارواع منظر ومضق ممتاز شكرا لكم على المتابعة ديالكم كنتمنى انكم تفرطوا فيديوما بالعائلة والاصدقاء باش تعمل فائدة وتشجعونا وتحفزونا اننا نعطيب دائما المزيد والمزيد شكرا التعليق الطيبة اللي كتخلي بالي دائما اللي كتفرحني استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته